السلام عليكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين انا جيت اكيد وحشتوكو صح؟ صح؟ من غير ما تقولوا النهاردة بإذن الله وصفتنا كلها من الارنبيت الجميلة دي وصفتنا النهاردة هتبقى بسطة مع الارنبيت ارنبيت مع الزيت والتوم والفلفل الحار وتالت طبقة واخر وصفة ارنبيت مع زيت الزتون الاسود والاخدر كلها من الارنبيت هتحبوه هتحبوه واللي ما بيحبوهوش ان شاء الله بإذن الله بعد ما نشوف الفيديو ده هيحبوه بإذن الله ثقة بالله يعني يلا بينا طيب بدل ما نتكلم نشوف وصفتنا يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم ميا مغلية وهنحط فيها توم هنا طريقة سلق الارنبيت وكمون وعودين شبت وعودين بقدونس زي ما احنا شايفين علشان الريح وهنكون غسلين الارنبيت كويس قوي علشان في ناس ما بيحبوش ريحة الارنبيت وبتسلق يا جماعة لازم نحترم كل الناس اللي بيحبوش نقوله يعملوا ايه عشان يتلاشوا الحاجة اللي ما بيحبوهاش بحيس يكلوا الاكلة المفيدة دي حطناها الاول على القاعدة بحيطة اللي هي ناحية العروق علشان اللي تاخد سيوا اكتر ورشأنا فيها شبت وبقدونس زي ما احنا شايفين وبعدين قلبناها زي ما احنا شايفين على اله هنقلبها بعد كده قصدي على الورد بتاعها ان طبعا معروف ان العروق بتاخد وقت اكتر وبرده نرشأ شبت وبقدونس كده علشان دي مش بس بتمنع ريحة سلق الارنبيت للناس اللي بيتضايقوا منها او الولدنا او كده وفيه كبار بيتضايقوا منها بل بالعكس بتدي ريحة عطرة وجربوها للارنبيتة يعني بتخليكي يعني اسمها ايه يعني الله بيرفي يعني بتدي ريحة جميلة للارنبيتة تمام رائحة عطرة اوكي اللي فيه ناس ما بيحبوهاش فيه ناس ما بيحبوش يكلوه وفيه ناس ما بيحبوش ريحة وفيه ناس ما بيحبوش توابعها يعني اللي هي مثلا ايه تقيلة مثلا لا فالكمون والفصين التوم والشبت والبقدونس هتخلي الحاجات دي كلها ان شاء الله مش موجودة بل بالعكس هتستمتعي بوجبتك وما فيش اي ضرر منها ان شاء الله باذن الله طبعا الارنبيت ما فيش ضرر ده كله فوايد فشوية الضرر البسيط اللي هي الغازات او مثلا ريحة فمش هتلاقيها باذن الله بعد ايه طريقة سلقها ده وطبعا انا كنت قيلة فوايد الارنبيت في فيديو سابق قبل كده باذن الله بأسيب لكم الرابط بتاعه فوق ان شاء الله باذن الله احلى متابعين طبعا الارنبيت الجميلة الكاتكوتة بتاعتنا دي هناخدها ونعمل بيها وصفتنا يلا بينا نبدأ مع اول وصفة يلا بينا بدأنا مع اول وصفة طبعا ما نرميناش المية بتاعت الارنبيت هناخدها ونسلق فيها المكارونة البنة او المكارونة الالم او البسطة حسب كل لغة كل شعب يعني تمام وهنحط معاها قطع العروق او قطع الارنبيت الجمدة او قطع ارنبيت زي ما تحب يا عادي مش شرط تكون جمدة مع المية والملح دي والمكارونة تتسلق وبعدين ناخدها نصفيها ونشوف هنعمل بيها ايه يبقى احنا كده استغلنا الارنبيت الجميلة دي ان احنا نعمل لولادنا طبع مكارونة بالارنبيت وما يكونش فيها ريحة ازي ما قولنا وما يكونش فيها ايه يعني ما تكونش تقيلة يعني في الهضم تمام خلاص هي كان من 6 ل 8 دقايق انصفيها وتكون جاهزة وهنا طاصة هنسخنها ونسخن فيها زيت وتوم قطع ونضف له الارنبيت المسلوق بتاعنا مع شطة وكمون زي ما احنا شايفين يتشوحوا هنكون صفين المكارونة اللي شفناها من شوية هنضفها ليها مع شوية بقدونس هنقلبهم يبقى وجبتنا جاهزة معنا احلا بنا مع كون كافول فيوري اللي هي بالمصري مكارونة بالارنبيت احلا تحية للسعيدة احلا تحية لاخوتنا الصعيدة طبعا احسن ناس طبعا جوزي صعيدي وانا نص صعيدي برضه فاهمين فمكارونة بالارنبيت مع الزيت والتوم والشطة يعني الفلفل الحار يعني الشطة تمام بس كده يبقى عملنا احلى وجبة لولدنا من حاجة بسيطة خالص ده كلها وردتين ارنبيت وهناخد يعني دي كلها ايه بكم وردة من الارنبيت يعني تمام وحسب عدد افراد اوسريتك وبالهنا والشفا طبعا الصعيدة دولة على دماغنا من فوج تمام والفلاحين والسويسة والبورسعيدية والاسكندرانية وصحباتي حبيبي اللي من المنصورة اجمل ناس طبعا كده نخش بازن الله على الوصفة التانية زيت سخن ونحط فيه توم زي ما احنا شايفين قطعنا برضو ورد الارنبيت يتشوح معاه هيتشوح مع التوم اللي تحمر ده شوية وبعدين هنضيف له شوية شطة لا مش هتتخيله مش هتتخيله والله العظيم كده خلاص الوصفة خلصت دي يا جماعة اسمها اهي تمام شوية بقدونس طبعا الوصفة كده تمام خلصت اسمها كافول فيوري كونقاليو اوليو ببرونشيني يعني ارنبيت مع الزيت والطوم والشطة دي وجبة كده طبع هناك اسمه كافول فيوري كونقاليو اوليو ببرونشيني يعني ارنبيت ارنبيت مع الزيت والطوم عارفيني يا جماعة والله العظيمة ما تدقوا والزيت والطوم والشطة يعني لما تدقوا الاكلات دي هتتهفتوا عليها ان شاء الله باذن الله وبالف هنوشفة على قلوبكم يا رب هنا باذن الله الوصفة الثالثة بتاعتنا ارنبيت بالزيتون وزيت الزيتون تمام هتاخدي الارنبيت المسلوء كل شغلنا على الارنبيت المسلوء اللي احنا عملناها في اول الفيديو يا جماعة كل شغلنا كل وصفاتنا وماشاء الله عندنا وصفاتنا كتير بس الشطة يطول واحنا نعمل لان ايه هو الارنبيت بيقى موجود اكتر في الشطة جبناها بعد ما سلقناها وصفناها خدناها وحطنا عليها طعامناها كده بزيت زيتون وحطنا عليها زيتون اسود وزيتون اغدر واللي بيحب الفلفل الواقعين انتو شايفينه ده اللي بيحب اللي مبايحبش يا خلاص خليه في زيت الزيتون والزيتون اسود والاغدر زي ما انتو شايفين وصفات والله العظيم السبانخ والارنبيت الطرق دي هتخليكم تحبوا الاكلات دي جدا مش هتحسوا بحول القوتل بالله بساعت بحس ان فيه ناس عندها قرارية مع الارنابيت والسبانخ مع الطرق دي الخفيفة الجميلة دي هتاكلوا الاكل المغزدة وفي نفس الوقت هتحبوه يعني انتو اللي تحبوه تفضلوه اه اللي عايز بقى اه الطرق التقليدية انا قلت لكم هسيب لكم رابط اه ساعة قلت لكم فويد الارنبيت هسيب لكم الرابط هتلاقوا في عجينة لا لا ده فيديو تاني خالص هسيبه لكم ان شاء الله في شاشة النهية لان فويد الارنبيت تقريبا ما كانش فيه الخلطة تقريبا انا برضو هرجع نفسي وابقى اشوف اه ازا ما كانش موجود هسيب لكم الفيديو بتاع العجينة بتاع الارنبيت اللي اتحمر فيه ساعة ورد الكوسة هسيبه لكم باذن الله في شاشة النهية يبقى فيديو في اول يعني ساعة ما عايز اقول فويد الارنبيت وفيديو في شاشة النهية باذن الله ده اللي عايز اه ارنبيت تقليدي اه اتشرفت جدا بمتبعتكم ويا رب اكون خفيفة عليكم ويا رب تكون اه يعني رب اكون بفتكم علشان يعني ربنا جزيني خير وطبعا اه اشهر جميلة الاشهر الحرم اللي احنا فيها اه دعواتكم المخلصة تقربوا من الله اقروا قرآن كريم كتير ويا رب بتكونوا بخير دايما واشوفكم فيديوهات تانية كتيرة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي